تقدم التكنولوجيا خصوصا بالنظام المالي تقدم سابقنا حاليا إذا نقدر نقول 200 سنة يمكن قليلة عليها 200 سنة أي التقدم مو طبيعي يعني بالتكنولوجيا عموما فمن شفنا تفاجئنا وبدوا يتقدمون بسرعة فإحنا يحتاج أنه نتقدم بالمناسبة هذه طبعا البطاقات اللي حيث معمول بيها طبعا ظاهرة هي جيدة وخطوة إيجابية لكن إحنا نحتاج إلى نظام مالي رصين يصون الأموال العراق ويصون الخدمات وأغلب دول العالم الأموال التي هي موجودة النقد الكاش مثل ما نسميها هذه ما موجودة بالبيوت وتخزن وبكميات هذه تعتبر أموال سوداء أو مصادرها غير معلومة فيتعاملون إياها الجهات المعنية أنه يصادروها أو يحجزوها هي ممكن هذه جاية مصادرها مصادر غير مشروعة غسيل أموال إرهاب وآخره فإحنا يحتاج أيضا أن نطبق مثل هذا النظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر